حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في شمال الضفة الغربية استهدفت خلالها عددا من القادة المحسوبين على حركتي فتح وحماس بمدينتي نابلس وطول كرم من أبرزهم حسام خضر أحد قادة فتح في الضفة الغربية والمهندس عبد الرحمن زيدان عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس والدكتور غسان ذوقان المحاضر بجامعة النجاح الوطنية وياسر بدرساوي الناشط في قضايا اللاجئين فات وراي فتت على الغرفة عنده وهنا يمهو يما يما حسام هاي جيش كام قعد على هات تخت وكله لكوم هات الهوية هات الهوية واخدوا منه الهوية وواحد فات هو وياه في الغرفة ورده طلعوا فوق الضاري الفوكة وهيك ملاني وحنا حشرونا بالغرفة وصلوا علينا البرود وطلعوا خربوا الدنيا فوق الاعتقال للمرة الخامسة والعشرين كان نصيب خضر هذه المرة بعد أن صادرت القوات الإسرائيلية أقراص الذاكرة الخاصة بجهازي كمبيوتر لديه وعلى بعد أمتار قليلة من منزله في مخيم بلاطة بدأت عائلة البدرساوي بإصلاح باب منزلها بعد اقتحامه واعتقال الأستاذ ياسر بدرساوي الأب لأربعة بنات والذي كان يستعد بعد ساعات فقط للاحتفال بزواج بهاء ابن أخيه في المخيم هم اتطلعوا وحاصروا الدار على السطح هنا وهنا كل منطقة وطبلوا علينا وسألوا عن ياسر وأخذوا هويته وتأكدوا من هويته وكانوا معهم أول شيء لكلاب فحكى لهم زوجي ناس خاف على البنات معي عندي البنات أخذونا وحطونا بغرفة الديوف وهو جابوا معنا حكولوا متأكد فيش حدا هنا في البيت حكى لهم لا فشالوا اللي علوه تمها وأطلقوها في البيت هو محاولة إسرائيلية يعني جادة لخلط الأوراق ومحاولة أيضا لتعطيل المصالحة وتعكير الأجواء التي سادت الساحة الفلسطينية وسماء فلسطين بعد أن تم التوقيع على هذه الاتفاقية ونتنياهو أعلن في خطاب الشهير في الكونغرس وطالب مباشرة من الأخ رئيس أبو مازين وأن يقوم بتمزيق أوراق المصالحة الفصائل الفلسطينية اعتبرت هذه الاعتقالات جزءا من المخطط الإسرائيلي للسهداف قادتها لا سيما في الضفة الغربية وفي هذا الوقت بالذات في محاولة لاجتثاث ممثلي الشرعية الفلسطينية خاصة وأن شهر أيلول الذي حدد لإعلان الدولة الفلسطينية بات يقترب شيئا فشيئا اعتقال عدد من قادة فتح وحماس في الضفة الغربية فجر اليوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يفسره البعض بأنه رسالة إسرائيلية واضحة لضرب جهود المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لا سيما في اللحظات الأخيرة محمود برهم من مخيم بلاطة نابلس ترجمة نانسي قنقر